موسيقى من أجل سلامتكم حبايبي خليكم بالبيت من أجل سلامتكم حبايبي خليكم بالبيت أكيد كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة تعيد الفطر المبارك أنتو متابعينا وكل حبايبنا وأصدقائنا وأقاربنا أتمنى لكم الصحة والسلامة من مخاطر كورونا أمشي خليكم بالبيت السلام عليكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تقبل الله طاعتكم وربي يسعدكم وينما تكونون وخصوصا في هذه الأيام الصعبة اللي يمر به العالم من وراء هذه الجائحة الخبيثة بسمه كورونا كورونا ربي إن شاء الله ينجيكم ويسعد قلوبكم يا عراقيين يا أيها الشعب الطيب الأبي ربي يحفظكم ويحفظ أولادكم ويخلي سعادة هيتي بيناتكم دائما محبات لغلوبكم أخوكم عادل عباس أيامك سعيدة بكل سنة وكل عام جانا العيد حاير بشهنيكم رسالة لو ذهب والله سمطيكم أيامكم سعيدة وكل عام وانتوا خير وتمنياتنا إن شاء الله هذا الوباء ينتهي وهذا البلاء وترجع الحياة الطبيعية لهنا ولكل البشرية بالعالم تحياتي أخوكم الفنان عمار فاضل رشيد عيد فطر سعيدة على كل العالم وعلى العراقيين ويا ربي إن شاء الله هاي سنة أمان وخير وصحة وسلامة ويا ربي إن شاء الله ابتكاتفنا بمحبتنا نتجاوز جائحة كورونا ولا تنسونا كأيتام وأرامل محتاجين هسة وقفتكم لأنهم محتاجين تعاونكم محتاجين العيدية ومحتاجين أن نتمولوهم وخلونا نكون مثقفين وواعين صحيا حتى نقدر نتجاوز هذه المحنة ونتكاتف وإذا ما كنا إحنا أخوان بالدين فإحنا نضراء بالخلق فكلنا وبإنسانيتنا ننزع يا ربي أن ينزع هذا الوباء عن كل العالم عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم ألف خير الإعلامية أنا خالد كل عام وأنتم بألفي خير والسلام يا رب عيد أتمناه طيبا وسعيدا على الجميع رغم آفة الكورونا اللي أصابت العالم ككل مبادرة حلوة وطيبة من الإعلامي الراع الصديق صباح الجار أنه يجبعنا بهذه المباركة وأتمناه أيضا فيه الكثير من الخير والسلامة لكل مرضانا وتمنى الشفاء العاجل لمرضى الكورونا بالذات لأنه الآن هو أزبتنا في هذا الوقت وعلينا أن نرتزم بالتعليمات نبقى في البيوت يعني على الأقل الآن وسائل التواصل هذه تسمحنا أنه نبارك لبعض وأن يعني ربما يكون عيد غريب بدون التصافح والتلاقي والاحتضان فقط راح تبقى يمكن عائلية بحثة أنا أفتقد كل أسلقائي وإن شاء الله نتقي قريبا وتكون هذه أزمة وعدلة على العراق وعلى العالم فإن شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع الفنان خالد أحمد مصطفى عيد فطر مبارك وسعيد على كل الأحبة وعلى كل الأصدقاء الموجودين ببغضات وأيضا خارج العراق نتمنى إن شاء الله يا رب بالسنة القادمة يكون الأجواء وتكون مراسيم مختلفة عن هذا العيد لأنه للأسف يعني بسبب بايروس كورونا صار التباع الاجتماعي واحد ليسوا الثاني يا رب هذه الغمة تروح وتنتهي وترجع الحياة الطبيعة مثل ما كانت بالسابق تحياتي لكل شخص يشوفني وأقولكم إن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير معكم الإعلامية لونابولوس من كندا السلام عليكم وكل عام وأنتوا بألف خير وإن شاء الله عيد فطر مبارك كان من المفترض أن نلتقي لقاء أودي وجه الوجه مع الأحبة مع الأصدقاء لكن بسبب هذا الفيروس كانت الظروف أصعب وهي رسالة لكل الأحبة وكل الأصدقاء ضمن صحتك خليك بالبيت هم حسن إلك وحسن إلي وكورونا سواء الفباة شرص صير وانا وياكم نعيد سوية إن شاء الله الأعياد المقبلة نعيد سوية بعيدا عن بايروس كورونا الشعر إحسين البهادلي محافظة واسط حياكم الله كل عام وأنتوا بخير يا ربي نعاد عليكم بالصحة والعافية وعيد فطر مبارك وحبيت أهل الأهل والأصدقاء ما خلال هذا الفيديو طبعا إن شاء الله تكونوا بخير صحة وسلامة وإن شاء الله تنزال هذه الغمة من هذه الأمة وينزال هذا الوباء وتعدي على خير بس لازم نلتزم بالبيت ونقضي أوقات حلوة مع أهلنا نتعرف على أهلنا أكثر نكتشف أطفالنا ممكن عندهم مواهب ننمي قدراتنا نقرأ نعلم أطفالنا شي جديد نحن نتعلم شي جديد نستفاد من هذا الحجر نلتزم بالإجراءات الوقائية وأتمنى لكم صحة وعافية وخير إن شاء الله تعدي عليكم هذا السنة تحياتي لكم لعلاميا نورهانقان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة